نعم نسمع الآن الجمع بين الأمرين نعم يعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائثا راجيا ويكون خوفه ورجاءه سواء وفي حال المرض بمحض الرجاء يمحض يمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إذن أن تأمن مكر الله فبالتالي تستسل المعاصي ويا جماعة أصعب شيء أن تموت على معصية الله جل فيه لأمه أو يأخذهم على تخوف هل شيء يعني على تخوف يعني هو يريد أن يعمل الذنب لكنه يقول أخشى إذا عملت الذنب أن أموت على الذنب فإذا به يعمل الذنب ويموت على الذنب فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون إياك أن تأمن مكر الله تستسل الذنوب نعم في غفلة بشر نحن نذنب ونخطئ فبالتالي يسهل علينا ماذا أن نقع في الأخطاء والذنوب لكن ما الحل ما الحل نعم الرجوع إلى الله والإقلاع عن الذنب والني إلى عدم الرجوع إلى الذنب ومع ذلك إن تبنى فحسن الظن بالله جل في علا نعم أيها وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم شوف انظر إلى الأمرين سريع العقاب وغفور الرحيم لا بد أن تجمع بين الخوف والرجاء تجمع بين الأمرين تجمع بين الأمرين أنك تهيي نفسك أن الله سريع العقاب سريع العقاب وفي نفس الوقت غفور الرحيم جل في علا وبالتالي أحبائي في الله العقاب قد يكون علانية وقد يكون خفية العقاب قد يكون علانية وقد يكون خفية فمثلا من العقاب الخفي العقاب العلاني الكل يعرفه أما العقاب الخفي مثلا ان تنزع البركة من وقتك شو عندك اليوم اجازم عطل من الصبح للمساء وما انجز شيء ما في بركة في وقته هذا عقاب وهذا عذاب على طالب العلم حصوصا هذا يسمى عقاب خفي لانه عندك معاصي انت خفية مستمرة وداوم عليها كذلك نفرة الناس منك عقاب خفي ياخبش طائقك صيرو قل لك لما انت كنت تحب ياخبش طائقك هذا عقاب خفي وكما قال بعض السلف اني لأجد ذنبي في دابتي واهلي مشاكل مع المرأة ما لقلبي علي عندك معاصي عندك ايه وهي المعاصي سببت ماذا مشاكل بينك وبين زوجتك اذا الامر شو ما له عقاب خفي دابتك خربت انت بش كل ما تخرب السيارة فقط تفكر انه لا ما كل السيارات بتخرب فكر كما كان يفكر السلف اني لأجد ذنبي في دابتي واهلي اولادك ما فيهم بركة عندك عشر اولاد ولا خمس اولاد ولا ثلاث اولاد ولا واحد فيهم يشهد المساجد ولا واحد يطيعك اصلا ما في بركة اذا لا تظن ان العقاب فقط الظاهر تطلع ولا رجلك مكسورة ولا عينيك مبتورة لا في عقاب خفي انتكد انكد عقاب خفي كيف نكد يعني جاعد انت يك مزايج مش مرتاح عقاب خفي لك بينما العكس اهل الديانة هاتك اسة ميبه الله لو سمحت لابوك معلش بعد اذنك اهل الديانة يجدون ماذا يجدون راحة في نفوسهم وقلوبهم يجدون راحة وهم في ظرف لا يوحي بوجود الراحة مثل بلال رضي الله عنه عندما كانت تجعل الصخرة العظيمة على صدره ومع ذلك يقول احد احد لا اله الا الله يا بلال يا بلال ما بالك قد صبرت وقد نلت ما نلت من العذاب قال مزجت حلاوة الايمان بالعذاب فرجحت حلاوة الايمان قمه الظرف هل هذا ظرف سعادة ظرف راحة لا ظرف تعذيب ومع ذلك مرتاح مرتاح ومع ذلك احدهم كان يبل الخبز بالماء ويأكل ويقول والله اني لا اشعر بسعادة لو يعلمها الملوك لجال دون عليها بالسيوف هذا هذا مكافأة وراحة وذاك ساكن في القصر او في بيت مستقل او في فيلا او 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 ومش مرتاح متزايق مش طايق حدا يشوف حدا ولا حدا يشوفه عنده قلون عصبي طلع لك مرض جديد ايش عصبي يعني ما بطيك ولا واحد يحكي معاي فيا احبائي في الله تنبهوا الى هذه العقوبات في عقوبات شمالها خفية نص الله عز وجل ان يكرمنا وإياكم بالتوبة وحسن الظن بالله وان يتقبل مننا ومنكم وان يبعد عنا جميع انواع العقوبات نعم نسمع وقال تعالى ان الاضرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وقال تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاضية والآيات في هذا المعنى كثيرة فاجتمعوا الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين او آيات او آية